ياهلا فيكو من جميع المناطق والدول معاكم محمد محترف في قراءة التاروت والروحانيات سنقرأ لمولود برج الحمل المنتصف الأول من شهر 11 نوفمبر تشرين الثاني الرجاء يا أصدقائي الاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس عشان ينكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى ولا تنساني من اللايك أنا في عندي قناة ثانية تتحدث باختصاص الأبراج والأبراج اليومية وامتازة جدا تحمل كثير من النصائح وتدفع بمصالحك بإذن الله عز وجل للإمام رح تلاقوا الرابط طبعها يا أصدقائي بالوصف وممكن أحطه كمان في التعليقات سنرجع إلى مولود برج الحمل الحمل سنرى شو مخبى لك بإذن الله تعالى يا صديقي يا برج الحمل هناك وجوه رح تلاحظ أنها شالة الأقنعة في ناس رح تشيل الأقنعة عن وجهها كانت قدامك يا صديقي يا برج الحمل عساس أنها مش شخص ممتاز جدا وبحبك وأشياء من هذا القبيل الغريب بالموضوع يا صديقي يا برج الحمل أنه بس تلف وجهك هذول الناس بظلهم يحكوا عنك بطريقة غير كويسة وسيئة جدا بس أنت يعني زي ما تحكي براءتك و ما شاء الله عليك يعني وقلبك أبيض ما بتشك للحظة لهذول الناس رح تجيك معلومة من أحد الأشخاص أن هذول الناس مش ملاح وبحكوا عنك بطريقة مش لائقة ومليحة أنت مش راح تصدق بس ومع ذلك حب الفضول رح يخليك تعمل شوية تفحص لهذول الناس تحكينهم معلومات وتشوف شو أسرار إليك وتشوف بحكوا عنهن رح تنصدم أنهم بحكوا عنك بطريقة غير لائقة هذا الموضوع رح يزعجك كثير لأنك أنت كنت نفكرهم أنهم أشخاص أصدقاء إليك ومحبين إليك والحب متبادل بينك وبينهم لنقمن يا صديقي ستكثر من الدعاء إلى الله عز وجل ما شاء الله عليك ممتاز تكثر في أمور العباد والصلاة والصوم والمشتقات هاي كلياتها ما شاء الله عليك ورح تكتفي في نفسك يعني يعني بعد زي ما تحكي الصدمة هاي من الأشخاص اللي حكيت لك عنهم رح يصير معك إنه رح تكتفي في نفسك وتبطل تحب غير حالك مش أنانية بس ما عندك ثقة بأحد غير بنفسك يا صديقي يا برج الحمل ومبين عليك رايق وهادي وعارف تقود أمورك بنجاح ما شاء الله عليك يا صديقي يا برج الحمل لنكمل هناك رزق مادي رح يجيك يا صديقي يا برج الحمل ع طريقة الصدفة يعني مش مبلغ مبلغ مادي محترم بس عن طريقة الصدفة يعني المقصد البقصد ومن طريقة الصدفة إنه مش محسوب حسابه إخلاف دخلك المادي وأشياء من هذا القبيل بس ومع ذلك أنت مش سعيد صديقي يا برج الحمل يعني مع كل هالأمور في عندك زي ما تحكي جروح غميك والجروح حاط بش يخليك يعني تكون سعيد في الحياة أو تبدأ بداية جديدة حاول يا صديقي يا برج الحمل إنك تنهي الأمور القديمة السيئة وتبدأ بدايات جديدة يكون ممتاز جدا وتقدر تدفع بمصالحك إلى الأمام أفضل وأفضل أتمنى أنك ترد عن نصيحة يا صديقي يا برج الحمل لنكمل هناك أمور ورقية في عندك أمور ورقية صديقي يا برج الحمل رح تدفع بمصالحك إلى الأمام المشقائمون على أعمالهم تحديدا رح يلاقوا عمل ممتاز جدا ممكن عمل حكومي وممكن أعمال في شركات لأنه في أوراق رح تتوقع عليها ويعقود للعمل إلك يا صديقي أو للمهنة الجديدة تعيتك ممتاز وممتاز الله يرزقك يا صديقي يا برج الحمل كمان وكمان عاطفيا ستتلقى هدية من شريك حياتك وهدية رائعة جدا يا صديقي يا برج الحمل رح تكون فيها مبسوط كثير بتستاهل أنت يا صديقي يا برج الحمل عطيبة قلبك وروحك العالي ومعنوياتك الممتازة ما شاء الله عليك بس فيه ناس يا صديقي قاعدة بتحاول تخرب بينك وبين شريك حياتك بطريقة إنهم بحكوا لك إشي سيء عن شريك حياتك وبيحكوا لشريك حياتك كمان إشي سيء فحاول يا صديقي إنك لا تسمع لأي أحد بحكي عن شريك حياتك بشكل غير لائق اعرف إنه ما بده غير تدمير حياتك لا أكثر ولا أقل ما بده مصلحتك هذا الشخص لنكمل مهنيا رح تكون نشيط جدا بتعمل إنجازات جديدة ملفت للأنظار ما شاء الله عليك بشكل واضح جدا ومبين إنجازاتك زي الشمس يعني إنجازاتك اللي بتصالف مش يعني إنجاز نفسه اللي بتعمله وهو بيصالف لحاله عن قوتك وقوة جلدك في العمل ما شاء الله عليك رح يعلى مرتبك مرتبتك عند المسؤولين هذا الموضوع رح يدفع بمصالحك للأمام مهنيا لكي تأخذ منصب جديد أو ترقي إلى عمل ممتاز ممتاز فلنا لك شخر جميل جدا ونقل قلبي يا صديقي يا برج الحمل ستكثر من الاتصالات البعيدة بين الدول في عندك تلفونات بعيدة بين الدول رح تكون يا صديقي يا برج الحمل والاتصالات هاي رح تكون فيها علاقات جديدة ومعارف ناس جديدة ممتاز ممتاز المعارف هاي رح تستفيد منهم كثير يا صديقي يا برج الحمل كأمور زي ما تحكي واسطة وأشياء من هذا القبيل يعني أي مشكلة رح تتعرض لها هذول الناس رح تتعرف عليهم بإذن الله عز وجل رح يساعدوك ويلاقو لك حلول لكل مشاكل ممتاز ممتاز انتهت قراءتي لصديقي يا برج الحمل منتصف الأول من شهر فبراير عفوا نوفمبر منتصف الأول من شهر نوفمبر 2021 بإذن الله تعالى لا تنساني بالاشتراك في القناة وهم حاجة تفعيل زر الجرس ولا تنساني من اللايك